طبعاً تعابني وذكرت له جامد وأنا كنت داخل الفيلم ده تحدي الفيلم ده من سبع سنين أستاذ محمد سامي بيكتبه بحي محمد سامي الحي على سنه الصغير بالإبداع اللي بيعمله كل سنة في مسلسلاته وأكلامه من سبع سنين من سبع سنين إحنا حاسين أن تامر لسه عايز شوية مراحل يعني يحصل فيها ندوك شوية عشان يعمل الفيلم ده زاكرت الفيلم كويس واشتغلت على الثلاث شخصيات حمثلهم منين وزاكرت الطريقة أول مرة في حياتي أعمل كده يعني أنا أقفل على نفسي تماماً وخشك الشخصيات وأختار الشخصيتي يعني حتى لما جي فري اكشن مثلاً لحسام الخديوي وأنا بذاكر أول أن أعمله فيه أنا أقول لا أدى تامر أول فأبقى بعد عمي ولو إن حافظت على شوية حاجات في تامر اللي هو أكيد فيه ناس بتحب حاجات في تامر يعني هو منتهى زكاء التغيير أو التطوير تحافظي على الحلو اللي فيتي وتتخلصي من الحاجات اللي ممكن نتخلص منها وبفيه أحسن فهو أنا ضفت الحاجات بس حافظت على شوية حاجات كويسة في تامر خليتها وضفت له شوية حاجات جديدة وهي جي اللي عملت يعني استكتاب واضح لشريحة تانية ممكن ما كانتش مركزة مع تامر أو تامر الشمخطات هم يتفرجوا له على أفلام فحسن المرادة الحمد لله اقوى موقع فن في مصر